بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين خلاصة القول في ترجيح القياس على خبر الواحد أن القياس هنا إما أن يكون بمعنى الأقيسة التي هي الأدلة الكلية الأدلة أو القواعد الكلية مثل اليقين لا يزول بشك مثلا ما ثبت للشيء ثبت لمثله العادة محكمة إنما الأعمال بالنيات تمام هذه الأدلة أو هذه القواعد عليها تواتر معنوي وهذا التواتر المعنوي بمعنى أن هذه الأدلة كثرت على هذا المعنى وإن اختلفت الألفاظ الأدلة كثرت على هذا المعنى وإن اختلفت الألفاظ ماذا نعني بذلك نقول إن هذه الأدلة كثرت على هذا المعنى لو جئت إلى قياس جزئي هل القياس الجزئي ثابت بهذا التواتر المعنوي؟ لا فالقياس الذي أثبت التواتر المعنوي بمعنى أن هذه النصوص تواترت على هذا المعنى فأصبح هذا المعنى قياسا كليا وقواعد كليا وهذا القياس الجزئي هو في مسألة بعينها أو هذا الخبر الجزئي في قضية بعينها كما سيأتي فهل تقدم خبرا واحدا دل على مدلول وترجعه في مقابلة كثرة الأدلة هناك؟ أم أن القاعدة التي تكاثرت عليها الأدلة وهي قياس صارت راجحة على هذا الخبر الجزئي صارت راجحة على الخبر الجزئي ولذلك في هذا الموضوع الذي نتكلم فيه هو مزيد توضيح هو مزيد توضيح من الأمثلة فيما يتعلق بالأدلة الكلية والأدلة الجزئية الآن لن يخرج الكلام الذي نتكلم فيه هنا عن الكلام السابق الكلام السابق إما هو ترجيح الأقيسة الكلية التي ثبتت بتواتر النصوص المعنوية يعني هنا تواتر أخبار على معنى تواتر أخبار على معنى يعني سأقول لك إشكالية في الوقت المعاصر عذاب القبر مثلا بعضهم ينكر عذاب القبر يأتي هناك أحاديث كثيرة أحاديث كثيرة هذه الأحاديث الكثيرة تثبت عذاب القبر ونعيم القبر لكن هناك آية محتملة قالوا يا وإلنا من بعثنا من مرقدنا فقالوا هو مكان الرقود ولم يكونوا منعمين ولا معذبي الآن النصوص التي جاءت في المدلول لاحظ أننا نتكلم في التعارض والترجيح من المدلولات وليس من باب ثبوت الخبر أو عدم الثبوت القرآن قطعي الثبوت السنة ظنية الثبوت نحن هنا في موضوع الترجيح لا نراجح بين القطع والظني نحن نراجح بين مدلول حجة ومدلول الآية حجة مدلول الآية ظني ومدلول النص بمفرده ظني فهذا مدلول ظني في مقابلة مدلول ظني وأنا جئت إلى آية واحدة فيها يا وإلنا من بعثنا من مرقدنا طيب لو أنا جئت بالمعنى الكلي قال إنه ما يعذباني وما يعذباني في كثير إن القطيفة التي غلها لا تستعر عليه نارا تمام؟ عامة عذاب القبر من عدم التنزه من إلى آخر لو أحصيت مجموع الأحاديث في عذاب القبر ونعيمه القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار جماعة المجموع سيؤدي إلى مدلول معنوي متواتر حاكم وقاطع لكن باعتبار مجموع الأدلة وكثرة الأدلة مفهوم؟ طيب طيب والآية محتمل مكان النوم ولم يكن فيه نوم كما تقول غرفة النوم إذن الآية محتملة يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا محتملة لمكان الرقود وزمان الرقود وفعل الرقود إذن من المحتمل؟ الآية طيب ما هو الحاكم القاطع؟ مجموع الآيات النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة وأدخلها لفرعون ويوم تقوم الساعة وإن كانت الواو ليست بالضرورة للترتيب لكن مع الأحاديث أيضا فيها ما يفيد معنى عذاب ما قبل قيم الساعة إذن أنت هنا تكاثرت الظواهر وتكاثر الظواهر في رتبة النص تكاثر الظواهر في رتبة النص الآن أحاديث فيما يتعلق بسحر النبي صلى الله عليه وسلم وعصمة النبي صلى الله عليه وسلم عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه لا يقع في معصية ولا يكذب حاشاه فهو صادق فيما يقول وهو مبلغ ولا يكتم هذا أساس النبوة والله يأتي حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم طيب هو معصوم في مور الدين لكن تؤول السحر في الحديث على أنه عرض مرضي كما هو في وعكته الصحية وليس من باب أنه خلط عليه في أمور الدين فإما أن تذهب إما خلط عليه في أمور الدين أو ننكر صحيح البخاري ما هذه المعادلة هذه معادلة أفكار بادي الرأي لكن لما أنت أتيت بالقطع المحكم وهو العصمة وأتيت بأن ما ورد في الحديث إما أن يكون متعلقا بالشرع أو أن يكون متعلقا بحياته التي لا علاقة فيها في بيان الشريعة يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم هذا ليس فيه تبليغ الأمة ولا يتعلق بالمعصية ولا يتعلق بالكتمان ولا يتعلق بالصدق والكذب قضية لخارج النطاق كله فحمل الحديث على أنه في شأن خاص من أعراض الأمرات لا علاقة له لا بكذب في التخليط في القرآن ولا التخليط في الشرع ولا التخليط في السنة لماذا تضعني إما أن الرسول سحر أو أنا أطعم في صحيح البخاري ما هذه الثنائية إذن عندي محكم العصمة وعندي متشابه رواية أن الرواية محتملة أنه سحر وحاشاه في قضايا الشرع والدين والقرآن أو أنه كان السحر من باب أعراض المرض كأن يخيل إليه أنه أتى أهله ولم يأتيهم وهذا لا علاقة له لا بالصدق والكذب في أمور الرسالة ولا بالمعصية والطاعة في أمور الرسالة ولا بالبلاغ والكتمان إذن هو خارج دائرة العصمة لماذا هذا الافتراض للتعارض بين العصمة مع رواية الصحيح والتعارض غير موجود أصلا لأنه يشترط في التعارض أن يكون ما يثبته هذا ينفيه الآخر لكن ما أثبته القرآن من العصمة لا ينفيه الحديث لأن الحديث في أمور أعراض بشرية كوعكته الصحية وأنه تجوز عليه الأعراض البشرية فلماذا توهمت التعارض كما توهمت التعارض بين المذاهب الأربعة والكتاب والسنة المذاهب الأربعة اجتهاد مدلول استدلال لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم دليل والاستدلال لا يعارض لا يتنافى أحدهما مع الآخر لكن الإشكالية هي في توهم التعارض فكم أنه توهمت التعارض بين الأئمة المجتهدين والنبي صلى الله عليه وسلم بينما هو من العامة أصلا ليس محلاً في المناقشة وليس مدعواً إلى وليمة الاجتهاد أصلاً إنما هو متطفل على وليمة الاجتهاد بينما هو يزعم التعارض بين مذاهب الأئمة والدليل النبي صلى الله عليه وسلم ومذاهب الأئمة استدلال أصلا ولا يتساوى مع الدليل لا يمكن أن يتساوى الدليل مع الاستدلال فشرط الترجيح ومسلك الترجيح أن يتساوى المدلولان في القوة بحيث ما يثبته هذا ينفيه الآخر فهل ما يثبته مالك هو ما نفاه النبي إنما هذا حاصل في توهم العامة والمقتحمين والذي تطفل على وليمة الاجتهاد وليس من أهلها إنما هو يريد أن يفهم ضمن مستوى معين من التفكير الضحل أن يفهم مدارك الأئمة المجتهدين لذلك هنا نحن في هذا التأسيس للقياس قلنا وأكدنا إن القياس في الكليات شهدت له أدلة كثيرة والخبر الجزئي الواحد هو دليل وخبر واحد وعليه فإن قياس الكليات مقدم على قياس الجزئيات أو على خبر الواحد واضح عندما أقول إنما الأعمال بالنيات هذا قياس كل في الشريعة رب قتل بين الصفين الله أعلم بنيته إلا يعبد الله مخلصين له الدين كلها شاهد عليه أصل أن هذا الأصل شهدت له نصوص كثيرة فهو ترجيح بكثرة الأدلة ومقابله قلة الدليل أو خبر الواحد بعينه فكيف يصبح الخبر راجحا على كل الأخبار التي أثبتت ذلك القياس الكلي كما سيأتينا في تفسير النصوص لذلك عندما تقول إن المالكية كما ورد في النصوص أنهم يقدمون القياس على خبر الواحد نحن لا نتكلم بلغة صحفة نحن نتكلم بلغة ما هو القياس الذي قدم على خبر الواحد هل هو قياس مالك في مسألة بعينها قدم على خبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يقول به أحد ولا يقول به مالك الذي قضى عمره وهو يحرر موطأه من الأخبار وكل ما شك في خبر طرحه إذن كيف يمكن أن تتصور أنه يأتي بقياسه هو ويرجعه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما كان ليقع فيه أحد أئمة الاجتهاد والنظر إنما تقديمهم القياس ليس قياسا في مسألة جزئية رآها المجتهد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يقول به أحد لذلك عندما يتكلم عن الأقسة يتكلم عن الأقسة في رتب هناك القياس الذي هو حج شرعي دليل وله أصل من النص بصرف النظر عن كونه في مسألة جزئية معين وهناك القياس الذي هو فيه جزئية معينة وسيأتينا أمثلة على هذا قال رحمه الله تعالى في علاقة القياس بالأدلة هناك قدم القياس على خبر الواحد وتكلمنا عن تحرير معنى القياس المتقدم على خبر الواحد لأن سيتكلم عن أقسة هذه الأقسة قد تكون مرجوحة بالنسبة إلى ماذا إلى قطعي من قطيات الشريعة قال وقبله وقبله القطعي من نص ومن إجماعهم عند جميع منفط أي يقدم على القياس الدليل القطعي واضح قال رحمه الله تعالى فط مثلث الطاق يعني فطن بالضم والكسر والفتح فطن 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 قال لكن الأولى في البيت قراءته بالكسر أو الضم يعني أن تقول فطن أو أن تقول فطن ثم قال شارحا يعني أن كل من النص والإجماع القطعيين يقدم على القياس الظني والقطعيين لا يتعارضان وسيأتي القطعي من القياس والظني واضح يعني الآن أنا عندي علة مجمع عليها أن علة تحريم الخمر هي الإسكار تمام وهي علة مجمع عليها فكل مسكر خمر جاء أحدهم وقال لا علة الإسكار أنها سائلة والمخدرات هي طحينة بيضاء وليست سائلة فقولكم في موضوع الخمر لا ينطبق على المخدر وعليه لا تقيس المخدرات على الخمر نقول لك ما العلة العلة هي الإسكار وليست العلة هل هي طحين أو سائل أو لونها أحمر أو أنها حامضة أو ما إلى ذلك من هذه الأوصاف فهذه أوصاف ترضية لا تتقيد بها أحكام إنما يتقيد الحكم بعلة مجمع عليها وبناء عليه فإن العلة في هذا الباب القياس المجمع عليه لأن أنت أتيت بعلة موهمة فأردت أن تقول إن العلة هي في كونها سائلة أو أنها تشرب أو أنها تشرب بالفم وهذه تأخذ حقنة بالوريد مثلا إذن الشرع منتبه إلى الحكمة وهو أن هذا الإسكار هو المؤدي إلى فقدان العقل كان بالوريد أم كان بالفم أم كان بأي وسيلة من الوسائل أو عبر التدخين مثلا إذن هذه صفات طردية إذن أنت تقوم بالقياس على الطرديات أنت تقوم بالقياس على الطرديات وهذا قياس طرد وهو لا حجة فيه إذن عليك أن تتبين أن الأصول الشرعية تتناول فروعها بأدلة قطعية فإذا أتيت بقياس يصادم قطعيا قطعيا من نص أو قطعيا من أصل فأعلم أن قياسك هذا مطروح وأن قياسك هذا فاسد طيب لو جيت أنا على حد الردة من بدل دينه فاقتلوه مثلا العلة منصوصة من بدل فاقتلوه رتب الحكم على الوصف وقال هو تبديل الدين العلة هنا منصوصة الآن قلت إن العلة ليست هي ترك الدين للردة هي مفارقة الجماعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعبر عن الذي نفسه بالنفس قال التارك لدينه المفارق للجماعة فجعلت المفارقة للجماعة هي الحرابة وجعلت علة الردة هي الحرابة وليست تبديل الدين إذن أنا الآن أمام مواقع موجود إعادة قراءة النص الديني إعادة قراءة النص الديني عندي حد مجمع عليه عندي حد مجمع عليه ومجمع على أن العلة فيه هي مفارقة الدين وأن الجماعة هي جماعة الدين وليست جماعة الأبدان يعني جاهة العرص جمهور كرة القدم هاي جماعة أبدان الشرع لا ينظر إلى جماعات الأبدان الجمع أو الشرع ينظر إلى جماعة الدين ولو تفرقت الأبدان في المشرق والمغرب فما يقوله المسلمون من أمور الدين بفناء النار أو ما يقولونه ببقاء وأن فناء النار قول باطل جماعة الدين أن تقول بأن بقاء النار لازم والقول بفناء النار باطل وضلالة دعك من التماس الأعذار لتلميع الشيوخ دعك من التلميع نحن هنا لسنا في صدد التلميع والهالة التي يضفيها الأتباع على متبوعهم وكأنه يعني ادعوا له العصم غير المعلنة لما بتقرأ كتاب الردة لما بتقرأ أبواب الفقه التعليل هذا كفر لأنه إنكار ضروري قضية استحداث علا الجديدة لإبطال العل المجمع عليها هذا شأن الفكر الدين المعاصر الآن قلت إن العلة هي الحرابة طب ما علة الحرابة إما أن يصلب ثم يقتل وإما أن يقطع من خلاف وإما أن ينفى من الأرض ماذا تريد لهذا؟ لأن الحرابة الجنائية ركنها الغيلة وانقطاع الغوث الغيلة وانقطاع الغوث فأنت الآن أتيت بإحداث جديد لا هو يتفق مع حد الحرابة ولا هو يتفق مع حد الردة طيب حد الردة إذا رجع عن كفره وتاب حكم بإسلامه وترك طيب حد الحرابة لا حد الحرابة لا ينفع فيه شفاعة الإمام ولا شفاعة أولياء المقتول إذن أنا أصبحت أمام حالة متحورة لا هي من حد الحرابة ولا هي من حد الردة بناء عليه تسقط حد الحرابة وتسقط حد الردة الردة السبب هو هذا الاستحداث قد مجمع على أن العلة هي حقرك الدين مجمع على أن هذا تفسير النص أنه إن كان ظنيا محتملا في وجه إلا أن الإجماع جعله قطعيا الإجماع جعله قطعيا وبناء عليه أنت الآن تريد أن تستحدث عللا وأقيسة ترد بها الشريعة استحداث موانع استحداث شروط استحداث علل طيب ماذا نفعل بالعلل السابقة وقد نقطها إذن سيكون عندي هناك إشكال كبير في هذا الموضوع ولذلك عندما نقول هناك محكمات قطعية والاجتهاد ظني فإن الظني إذا قابل القطع طريح الظني ولا يوجد تعارض موجب للترجيح بين الظني والقطع إذن في قوله هنا يعني أن كل من النص والإجماع القطعيين يقدم على القياس الظني هذا القياس الذي هو الظني فما بالك بالقياس الموهوم فما بالك بالإيه؟ بالقياس الموهوم إذن نقول إن الشرك نقول إن الشرك هو اعتقاد قدرة وإرادة مؤثرة مع الله في الملك والتدبير اعتقدت ذلك في حجر اعتقدت ذلك في بشر حي اعتقدت ذلك في في رجل في ملك في نبي هذا كله شرك إذن الشرك هو اعتقاد قدرة وإرادة مؤثرة مع الله عز وجل في الملك والتدبير عادي تقول الشريك بنسبة 49 والله 51 أو الله 99 والشريك واحد بنقول لك الشرك ممنوع لو ذرة فلا يوجد قدرة مجانسة لقدرة الله ولا قدرة مجانسة ولا إرادة مجانسة لإرادة الله هذا غير موجود فإذا أردت أن تجعل قدرة مجانسة لقدرة الله وإرادة مجانسة لإرادة الله ثم تقول إن التأثير هو لله عز وجل ولكن هذا التأثير للمخلوق غير مستقل لكن له تأثير لكن غير مستقل إذن أنت هنا تريد أن تصنع توحيدا جديدا مفهوم جديد للتوحيد إنه ممكن أن يكون لله شريك في الحقيقة لكن الله عز وجل هو المستقل والبشر غير مستقلين لكنهم شركاء يعني واحد يوقع مع الثاني لكن ممكن لأحدهما هو الإله يوقع بنفسه لكن هذا شريك لذلك الشرك ممنوع ولو ذرة ولا علاقة له بحياة فلانة هو ميت أو حجر أو بشر أو قمر فإذا قلت والله إذا استغفت برسول الله أثناء حياتي فذلك جائز للحياة فجعلت الحياة علة للتوحيد والموت علة للشرك ما معنى ذلك استحدثت علا الطبيعية مؤثر مع الله وهذا من هيمنة الطبيعة فإذا استعذت بالرسول صلى الله عليه وسلم أثناء حياته فيجوز لأنه يقدر وحي وله قدرة مؤثرة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجل الذي قال له ما شاء الله واجد أثناء حياته لأنه الشرك ممنوع وبعد موته يصبح شرك بالله يا رسول الله أثناء الحياة توحيد وبعد الموت شرك فصار التوحيد ينقلب بـ 24 ساعة يقدر عليه أو ماذا يعني يقدر عليه يعني له قدرة مجانسة مع الله لأنه يعتبر أنه الحقيقة واحدة لله ومخلوقاته لكن الله مختلف بالكيف فالحقيقة مشتركة فيما يعبر عنه بالمعنى المشترك إذن أنت اصطدمت مع التوحيد وهو أنك تثبت قدرة مجانسة لقدرة الله لكنك تقول أن قدرة الله مستقلة وقدرة الإنسان غير مستقلة كقدرة وكيل الوزارة مع الوزير وكيل الوزارة مش مستقل الوزير مستقل لكن هذا اللي هو معين أو مشارك في القرار بالتوصية والتنسيب صار مشارك هذا هو عين الشرك والذي يجعله هو عين للتوحيد وإثبات ما أثبت الله لنفسه ويزعم ذلك وهذا وحدة وجود ولذلك نحن في هذا الموضوع نقول إن استحداث الظنيات والوهميات وإحلالها محل القطعيات هذا تلاعب بالدين القطعيان لا يتعارضان لا يتصور تعارضهما عند مذهب المخطع لا يتعارض القطعيان على مذهب المخطع عند المصوبيات طالما أن هذا صواب وهذا صواب فمتصور عندهم التعارض والمعتزل مصوبي طيب إذن عندما نأتي بحالة من العلل والأقيسة علينا أن ننظر النظرة الشمولية الكاملة هل أنت تصادم محكماً أم لا الإجماع على أن العلل هي الردة طيب قوله وَلَنْ يُفْلِحَ قَوْمٍ وَلْلَوْ أَمْرَهُمْ إِمْرَاهِ قال هذا خاص ببنت كسرة طيب هل يجوز الإمامة العظمى للمرأة لا تجوز الإمامة العظمى خليفة المؤمنين إمرأة طيب هل تجوز إمامة المرأة للرجال في الصلاة هو قال بجوازها اللي هي الإمامة العظمى للمرأة محاكاة للواقع المعيش في مساواة الرجل والمرأة على طريقة الحداثة لكن لما كبرت الأمور أنه بدأت تخطب الجمعة وبدأت صلي الجمعة في الرجال رأى الأمر غير مستساغ فأجاز لها الإمامة العظمى وجعل الحديث ليس متعلقا بالأنوثة وأن الذكور شرط وخالف الإجماع وأجاز للمرأة أن تكون لها الإمامة العظمى قال لي أنه أصبحنا في دولة مؤسسات المرأة ليست بحاجة إلى شجاعة الحرب أنه هو توقيع بس توقيع وهناك جوش منظمة وهناك مؤسسات فالمرأة لا تحتاج إلى شجاعة عند الرجل وبالتالي لاحظ الانقلاب بالعلل انقلابات العلل وبالتالي المانع هو لعلة الأنوثة تمام وبالتالي هو أعاد وألغى العلة الشرعية التي هي الأنوثة مانع من تولي الإمامة العظمى ولكنه منعها من الإمامة الصغرى على طريقة الانطباع النفسي الذي عنده لأنه لا يعقل أن يقول أنه ستخطف بكم الجمعة المرأة البولانية وستصلي بكم جماعة فهذا لا يقبله المجتمع لكن المجتمع الذي قبل الولايات العامة للمرأة استساغها نفسيا فهو يتكلم بطريقة نفسية وفي العلل يتكلم بطريقة نفسية نحن نقول له لا ستكون لك العلل الشرعية المحكمة القطعيات المحكمة مانعا من التلاعب بالقياس بوصفه دليلا شرعي أكتفي بهذه القدر إن شاء الله و تعالى سبحانك اللهم حمدك نشر واللا إله نستغفر نشر القدر نشرح القدر نشرح القدر سبب